السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الاز 500 الفيديو اللي فات احنا اخدنا الطول اللي كان اسمها what if وعرفنا ان هي بتورينا مدى تأثير الكوندشن قبل ما نطبقه او حتى بعد ما طبقناه واشتغلنا عليها كده وهي ده سهلة وبسيطة وقلنا انه علشان نختم موضوع الكوندشن فكان فيه option كده واحنا بنعمل اي كوندشن بيقول لنا يا on يا off يا report only احنا ال on عارفنا ان انا هطبق الكوندشن وخلاص يعني هابلاي ليه ال off برضو عارفنا ان ان بعد ما عملت الكوندشن للكوندشن هوقفه لا يا خلاص الكوندشن ده مش هيسري على اي user ولا ولا هيعمل اي حاجة بينما بقى ال report only احنا قلنا ان هو مش هيتثري الشروط ديت لا هي اللي هتوقف ولا هي اللي هتشتغل ولكن هي نوع من انوان مراكبة ان هو هتفعل الشروط ولكن تأثيرها هيوقف خلاص يعني اه ضربنا مثال كده لو انا عندي كوندشن بيقول والله الديفايس اللي جاياني مسلا من اه او من اندرويد او من ويندوز الاكسس هيبقى دينار فلو عملت الكوندشن report only فبالتالي اليوزر اللي جاي من هو هيقدر يدخل يعني مش هيقول لي لا دينار لأ هو هيقدر يدخل ولكن حيطلع لي في ال report ان هو الدخل من اين من اه او معمون عليها شرط خلاص وقلنا ان احنا علشان نشوف الشروط ديت احنا لازم نعمل نهيئ بيها البيانات اللوجات بيانات اللوجز ديت علشان تطلع لي كريبورد والفيديو ده احنا هنشتغل كده نهيئ البيئة هي طبعا بسيطة جدا علشان بعد كده لما قلوا اي شرط وهي وخليه من نوع report only يطلع لي في التقرير خلونا بقى سريعا كده نروح نحضر البيئة بتاعتنا وهي طبعا خطوات بسيطة جدا مساعدة حضرتك هتدخل على ال portal عندك وبنسرش كده هتكتب ال work space علشان تطلع لك ال works space هنختار منها اللوج اللي احنا هنشتغل عليه احنا هنشتغل على مجات تمام علشان تطلع لي فيه ال report فبالتالي هنا هاختار اللوج تمام كده? هنكريت واحد جديد لانه مفيش اه يعني لم يسبك ان احنا اشتغلنا عليه فهنقول له لو سمحت هجيب نعمل نيو لوج انالايتكس هنبدأ يطلع لي صفحة الخاصة اللي بتطلبها مني اثناء ما انا بكريت اي ريسورس جديد تمام كده? هنا الريجون انا ممكن عفوا الريسورس جروب عممكن نعمل واحد جديد مع بعض ونسميه خمسمائة. هقول له اوكي فهيطلب مني اسم بتاعتي. فممكن احنا نسميه مسلا تمام. هتحطه في هنا هحطه بقى في اي ريجون كده يعني خليه على مش مشكلة. طيب هقول له كريت او ريبيو كريت. هنا هو بيحضر يعني خد مني وبيبدأ اعتقد الكلام ده احنا متعودين عليه من الكورسات اللي سابقه خلص هيبدأ يقول لي اوكي ما عنديش مشكلة في الكلام ده وهيبدأ يعمل ايه? هيبدأ يحضر بتاعي. علشان بعد كده الخطوة التانية لازم يكون عندي اصلا علشان اعملها. يعني كل الخطوات ديت انت هتعملها بالترتيب. اول خطوة هتختار بتاعتك بالخطوات اللي احنا عملناها ديت. هتختار وهتختار وهتختار وهتسمي وتقول لي كريت دي اول خطوة. تاني خطوة بقى هنروح مع بعض على الاكتدريكتي اللي خاص بينا. ومنه هنختار من هنا كده من الجزء الخاص بالمونوترين هنختار الدياجنوزتيك ستينج. الدياجنوزتيك ستينج. علشان اقول له بقى انا محتاج منك يا اجر ان اللوجزي ديت اللي انت بتجمعها والاشارات والبيانات تبعتها لي في الجزء الخاص بالكونديشن. علشان لما اقول له انا محتاج اعمل كونديشن وخلي الستيتوس بتاعتها البيانات اللي انت بتجمعها دي بتطلع لي. خلاص كده? يبقى احنا بعد ما انتهينا من عملية الكريت بتاعتنا وسميناها هدخل على الديفولت ديريكتوري الخاص بيه. ومن الجزء الخاص بالمونوترينج هدبط اعدادات الدياجنوزتيك الخاصة بيه. فهقول له انا هحتاج منك اعد سيتينج جديدة. تمام? اوكي. هيقول لي سميلي اسميها برضو بنفس الاسم. انا يعني انا بالخيار سمي اي شيء يعني. خلاص? اي شيء. تمام. هنا بقى اللوجات اللي انت محتاجها ايه? والله انا محتاج اللوج. والسين اللوج. خلاص? اللي انت محتاجها بقى. خلاص? انا اكتفي بالاتنين دولة. بعد كده او ممكن على فكرة او تشوز اول يعني ما عنداش المشكلة خاص. تمام? خلينا نشوز اول. طيب بعد كده بقى هقول له لو سمحت. لو سمحت. انا انا ابعت لي اللوجات ديت. فين? في الورك سبيس اللي انا لسه عاملها دلوقتي. هيقول لي فين بقى? اهي شايفين? خلي بالك ما فيش غيرها. يعني انت ممكن تكريت واحد واثنين وتلاتة فتطلع لها في القيبة. طب لو كنت دخلت عملت الاعدادات العبتي في الاول او 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 زبطت اعدادات الاول من غير معمل. خلاص? ده ممكن. انا كده قلت له انا محتاج اللوجات ديت. ابعتها لي في الورك سبيس اللي اسمها كونديشن ريبورت. وهسايف. خلاص. الراجل خد من الاعدادات وقال لي قضيت. لو روحنا بقى هنا على الهوم. ومنها على ومنها على علشان ادخل اشوف الكنديشن بتاعي. او اعمل كونديشن جديد من نوع ريبورت. هيبدأ بقى هنا. هيبدأ هنا. انا في كونديشن اهو. تمام? هيبدأ هنا. يجيب لي البيانات. مش هيطلع لي الارور اللي اطلع معنا الفيديو اللي فات. مش هيقول لي بقى. لا انا مش قادر اينتجريت ولا الكلام ده. خلاص. لان انا اعدادات دلوقتي اتظبطت. اوكي? هنا هيروح هو يكون نكت شايفين مطلع ليش اي طلع ليش اي هيبدأ هنا بقى خلاص هو دلوقتي عمل اكسبورت للوجز وجبها لي في المنطقة ديت علشان بعد كده اي يبقى من نوع يطلع ليه خلاص كده طيب تعالوا نعمل ايه علشان نشوف البيانات بتطلع ازاي هنروح مع بعض وممكن ان احنا نعمل جديد ونقول له ايه نقول له السعودية ليه على اعتبر انا موجود دلوقتي بالسعودية وهقفل على نفسي ايه تمام جميل هقول له انا هختار لك هنا وتعالى ندخل مثلا بالاخت من هنا ديت عشان بصورت بتاعها معنا ونقول له ايه نقول له في الكنديشن في ما يتعلق باللوكيشن ايه هكون في جيور اي منطقة اقفل عليها ده خليش حدي طمام كده وهقول له هنا كده انا عملت ايه انا هقفل بلاش كمان كده نقول سعودية نقول ايه لكيشن اي حد جايني من اي منطقة انا مش هدخله بس خلي بالنا هنا انه البوليسي هنا مش هتبقى اون هتبقى ريبورد اونلي خلاص يبقى اليوتر اللي انا اخترته هو اللي احنا اخترناه مع بعض لو جاي من اي منطقة هقفل عليه بس خلي بقى انا برضو ناكد على ان الكنديشن ده من نوع ريبورد اونلي تعالوا بقى نروح نعمل او نفتح براوزر تاني كده وهنقول له ايه هزين ندخل البورد اذا صاحت هيقول لانت مين هقول له انا بصورة بتاعتك ايه هنوها بصورة بتاعتي اهي طيب دخلني كده دخلنا مع ان اي لينه انه لو نوع ديت جات من اي لوكيشن اقفل عليها بس طالما انه الكنديشن هنا من نوع ريبورد اونلي احنا قلنا انه هو هيعديه ولكن هيروح كده في ريبورد على الريبوردينج هلاقيه مسجل لي مسجل لي بيانات الدخول هلاقي هنا اتنين لو نزلنا كده تحت نشوف هما مين هلاقي انا ونوها اللي احنا طبعا انا عشان داخل آآ آآ ونوها علشان دخلت من براوزر تاني تمام كده فهلاقي ان هو هنا جايب لي بيانات تفصيلية لو افتع لها كده هيقول لي والله دي في الوقت الفلاني بتاعها جاية من المكان الفلاني والكنديشن هنا ما تطبقش ليه لانه لانه نخلي بنا انه آآ انت ممكن تتطلع على التقرير ده بشيء من التفصيل كمان من اكتر من مكاني يعني احنا لو روحنا كده على بتاعتنا هتشوف نفس البيانات ولكن بتفصيل اكتر لو روحنا كده يعني بيديني هنا بيانات يعني هتفدني آآ ممكن اعمل بقى كده هنتكلم معي ان شاء الله بعضين آآ ممكن اسيرش في اللوج يعني ممكن لو قلتوله كده هيجيب لي كل اللوجات وكل وكل اللي انا اقدر استخدمها وردناها فيما يتعلق بعملية تقرير الدخول والوصول والريسورس وطبعا ديت للجماعة اللي حابين يكتبوا كود تحديدا من اكتر من مكان برضو لو روحنا كده على بتاعنا هلاقي عمليات في المونيتورينج انا برضو ممكن اشوف اللوجات من هنا في المونيتورينج طعم ممكن اشوف اللوجز برضو تفصيليا من هنا وبرضو ممكن او اكتب بقى بايدي كده اهي قادي عملية اهي برضو آآ بس طبعا مش شكل آآ كودينج ازا كود مش يعني مش بشكل اللي هو مرتب بقى ودواير ومربعات وشارتر وحاجات كده. طبعا كده? ممكن كمان انه آآ من 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 هنا هقدر انه مسلا هنقول له سبع ايام اخر سبع ايام اللي حصل? هيقول لي والله ده تمت في اخر اسبوع تم تلاتة وتلاتين مرة الدخول على البورتل منهم اتناشر مرة او لو رحنا كده هيديني تفاصيل اكتر طبعا الجزء ده موديول كامل اسمه هتاخد فيه الاشياء دي تفصيليا ولكن احنا حبينا بس نديكم فكرة عن وازاي بتتعمل في المود الخاص بالريبورت انلي لو رجعنا كده على وعلى هلاقي هنا هو عملها من وجابها لك بشكل مرتب كده وشكل يعني تكن تكون بسيط ومفهوم وممكن تدول على فكرة آآ ملف فيه برضو كل البيانات ديت بتشوف برضو التفاصيل الدخول الخاصة باليوزر العمليات الفشلة العمليات النجحة هنا بيقول لي ان ما فيش فيه اتنين ما تطبقوش لان هما فعليا لو رحنا كده هلاقي فعلا اتنين وده طبعا كان آآ يعني نعتقد انه كان اخر درس من دروس او ما يتعلق بالدخول المشروط خدنا اكتر من من كدنا برضو جميع القصة بها سواء او او قل لي وعرفنا طريقة تفعيل غطينا اجزاء مشينا على المنهج ولكن اضفنا اه في اشياء مش من المنهج في اشياء ما كانش مفروض تاخدها في المنهج ده كان مفروض تاخدها في المنهج اعلى زي الموضوع احنا متكلم على ده مش هتلاقي في المنهج اه اعتقد الفيديو اللي جاي ان شاء الله برضو هتلاقي اه ممكن نبقى لديكم او اتفاعة الاستعادة تعمل ازاي? علشان برضو هي مرتبطة هي مش في المنعج ولكن برضو مرتبطة ازاي تخلي اليوزر اللي جاي لك يوافق على شروط الدخول عندك اصلا. تمام? يعني تقول والله انا مش شروط الدخول واحد اتنين تلاتة اربعة لو حضرتك موافق على الشروط دي اهلا وسهلا مش موافق يبقى انا مش اسمح لك ان انت تدخل فممكن ان احنا اه ناخد اياها طريقة سهلة جدا وبسيطة وممتعة. الفيديو ما بعد القادم اعتقد هيكون درس مختلف تماما وفق المنهك. خلاص هنغطينا. وهندخل على الدرس رقم تلاتة من المدودو الاول اللي هو بعنوان اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة